اشتركوا في القناة ومزيد تعزيز علاقات الأخوة والتعاون وتدارس بستجدات المنطقة أهم ملفات الحكومة العراقية تعلن رفح حظر التجول وعودة الهدوء إلى مدينة كاركوك بعد سقوط عدد من القتلى والجرحة في مواجهات عرقية دمية أهلا بكم مشاهدين الأعزاء في متابعة الأخبار أكثر من 95% من الكتب المدرسية المختلفة متوفرة لفائدة المتمدرسين كما أكده مدير عام المركز الوطني البداغوجي في انتظار أن تجهز ثلاثة كتب متبقية استعدادات الأسرة التربوية التونسية لعودة المدارس بأنواعها خلال أيام على قدم وساق ازدحمت معها فضاءات بيع الأدوات ومختلف اللوازم كما اقتضت الشوارع المحيطة بها بين هذه المستلزمات الدراسية وبين هذه العناوين والكراسات وغيرها من لوازم العودة المدرسية يتجول عدد كبير من العائلات التونسية هذه الأيام يستوقفها تارة السعر وتارة الجودة وبين هذا وذاك ميزانية تحكم ورغبة ابن أو بنت فاقتناء هذا المنتوج أو ذاك وقبيل أقل من أسبوعين عن حلول العودة المدرسية يكون الحديث أيضا عما يفقد أو يتوفر في المكتبات من عنوين وفي هذا الإطار قال المدير العام للمركز الوطني البداغوجي محمد العدالي إن 97% من عنوين الكتب المدرسية بمختلف المراحل التعليمية متوفرة في المكتبات وأن الباقي سيتم توفيره في غضون الأسبوع القادم وبين أن العنوين غير المتوفرة بعضها قيد الطباعة وبعضها يتوفر كمخزون سابق لافتا إلى أنها تهم ثلاثة عنوين وهي كتاب الفرنسية وكتاب التكنولوجيا للسنة الثانية ثانوي وكتاب الهندسة الكهربائية للرابعة ثانوية شعبة علوم تقنية وأكد في ذات السياق أن هذه العنوين سيتم توفيرها في غضون الأسبوع القادم لتكون بذلك مستلزمات العودة متوفرة وبكلفة تختلف حسب المستوى الدراسي ومكان العرض نلقى والأسوام تتراوح ما بين 121 دينار بنسبة السنة الأولى 188 دينار السنة السابعة 226 دينار بنسبة الرابعة ثانوية ماذا بينا التشجيع على شراء المواد المدرسية من المسالك المراقبة نبعد على المسالك التوزيع الموازية ودعى مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة إلى الأقبال على المنتوج التونسي لما يتوفر عليه من جودة وتنوع في العرض والسعر وهو ما يتلائم مع ميزانيات التونسية وفيما تنوع في المعروضات وفيما كل قدير وقدره معناه واحد ما يثقلش على روحه تنوع موجود تنوع الأسعار موجود المنتوج التونسي الجودة متاعه معناها ممتازة وأسعاره مقبولة وحسب معناها العلامات والنوعيات متاع المنتوجات لكن معناه يوجد بابا نيكي ونجره المستهلك إلى كل فات معناه مرتفعة باش نخليه عنده ارتباك في سلوكه والاستهلك يذكر أن المركز الوطني البيداغوجي برمجات باعة 13 مليون نسخة من الكتاب المدرسي منها أكثر من 12 مليون متوفرة وحاضرة ويقع توزيعها تدريجيا في السوق منذ جويليا المنقذ باعتماد زيادة تقدر هذه السنة بـ 500 مليم في الكتاب المدرسي دار خدمات جديدة محدثة افتتحت بمعتمدية بالأحمر من ولاية تطوينة استبشر أهالي المنطقة ببعثها وبالتالي تقريب المعاملات الإدارية الأساسية منهم وإن كانوا ينتظرون أن تتوفر في هذه الدار خدمات أوسع وأوفر كما ينتظرون تحسين خدمات عمومية أخرى حيوية منها النقل في معتمدية البرل أحمر بولاية تطوينة دار للخدمات جديدة بهذه المعتمدية قدمت الإضافة النوعية لمتساكنيها ولأهليها الذين كانوا يتكبدون المسافات الطويلة لقضاء أبسط شؤونهم الإدارية لكن هذه الدار ما زالت تفتقر إلى عديد الخدمات بحسب مواطني المنطقة كثيرة الحالة لن يمكنها إدارات كل موجودة والأعوانة كل موجودين ونسبة إحترام والوقت طويل السونيك بأقصى من هضاي إن شاء الله توفر فيها كل الدارات وإن شاء الله توفر زادة قربون الخدمة أكثر بالأحمر السلطات المحلية تؤكد من جهتها أهمية هذه الخدمات التي تقدمها هذه الدارة مشيرة إلى بدلها كل الجهود لأن تكون فيها كل الخدمات التي يستحقها المواطن وبالطبيعة الدارة الخدمات هو مطلب شعبي منذ أن تولينا تسيير شؤون مع تمديد البير الأحمر تم طرح الموضوع في برشة مناسبات وفي العديد من المحافل سواء كانت على مستوى جاوي أو على مستوى حلي تم الاستماع والإصغاء لهذه المطالب والحمد لله توفرت الإرادة وتم تحقيق المطلب الأساسي هذا بفضل تضافر جميع الجهود خاصة المحلية أو الجهوية وانتهينا بفضل الله وبفضل تعاون جميع الأطراف على أحداث دار الخدمات دار للخدمات قدمت الإضافة لكن الكثير ينتظره أهالي هذه المنطقة لتحسين خدماتهم الإدارية وكذلك اللوجستية فيما يخص النقل وغيره تلتهم اليوم برياض اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسية تونسية السعودية برئاسة وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار ونظيره السعودية لمير فيصل بن فرحان بن عبد الله السعود حيث تلتهم وشغل دورة الثالثة للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين تتركز مباحثاتها حول سمو لمزيد تعزيز علاقات الأخوة والتعاون وتدارس مستجدات المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك كما جاء في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية أفدت مصادر أمنية في مدينة كاركوكا الواقعة شمال بغداد بالعراق بانتهاء حظر التجول الذي فرضه البارح رئيس الوزراء العراقية ليتم فتح الطريق بينها ومدينة أربيل تابعة إقليم كردستان العراق معلنة ارتفاع عدد القتلى أو قتلى الأحداث التي عاشتها إلى أربعة مدنيين عدى إصابة خمسة عشر اجتباكات تواجهت فيها مجموعات مختلفة لانتماء العرقي دارت في كاركوكا الغنية بالنفط شمال العراق اندلعت بعد توتريني استمر أياما يدور الصراع فيها حول شغل مبنى كان يستخدم مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني استخدمه الجيش العراقي قاعدة منذ سبع عشرة وألفين مسؤولون أمنيون وشرطة المدينة قالوا إنهم يحققون لمعرفة ملبسات سقوط القتلى ومسؤولية إطلاق النار بعد تراشق أفراد المجموعتين المتواجهتين بالحجارة واستخدامهم قذبان معدنية كما دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان الجهات جميعها السياسية والاجتماعية والشعبية دعاها إلى تحمل مسؤولياتها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في المحافظة تنتهي اليوم المهلة التي وضعها المجلس العسكري الحاكم في النيجر للقوات الفرنسية حتى تغادر البلاد فيما تسود حالة ترقب أجواء النيجر ودول الجوار أعضاء من المجلس العسكري شاركوا أمس في مظاهرات أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي مطالبين بانسحاب القوات الفرنسية مع تواصل المظاهرات الشعبية المطالبة بانسحابها فيما يرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات ستزداد حدتها في حال رفضت القوات الفرنسية الانسحابة واستنفاذ مؤان المساعدات بعديد المناطق وسلب عدد آخر كبير منها بأخرى ومع ارتفاع عدد الأطفال المتضررين أقصى الضرر وبالترادة متزال المنظمات الأممية والعملة في السودان تحذر من وضع البلاد الكارثية الأمني والصحي والاجتماعي والاقتصادية مؤكدة ارتفاع عدد المهجرين فوق الأربعة ملايين بكثير والعنف الجنسي وتدمير منازل العائلات والمدارسي والمستشفيات والخدمات الأساسية مئات الآلاف من الأطفال لا سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت الوشيك إذا لم يحصلوا على العلاج وأشرت آخر تقارير المنظمات الدولية إلى أن هناك مناطق استنفذت الإمدادات الغذائية بالكامل في حين أن الاشتباكات وحواجز الطرقات تمنع عمال الإغاثة من الوصول إلى السكان الذين يعانون من الجوع كما تعرضت مكاتب منظمات الإغاثة إلى السرقة والنهب وهذا ما زاد الأوضاع تعقيدا وعمق الأزمة الإنسانية في السودان بين تأكيد أوكراني يقابله نفي روسي تتوارد أنباء ميدان الاقتتال منبئة بما يقال أنه تقدم قوات الجيش الأوكراني في خط المواجهة الأول بزابوريجيا على حساب روسيا فيما مسيرته الطرفين تهاجم هنا وهناك مقيعة الخسائر المختلفة ورئيس الأوكراني يدعو حلفاءه إلى مزيد الدعم ولندن تحذر من تجنيد موسكو مواطن دول الجوار في حربها ضد الغرب على الأراضي الأوكرانية بعد تأكيد كييف منذ أيام بأن قواتها سيطرت على قرية روبوتين الاستراتيجية وأمام تواصل الهجمات باستخدام المروحيات والطائرات على عدة محاور أعلن الجيش الأوكراني بأن قواته اخترقت خط الدفاع الروسي الأول في مقاطعة زاباروجيا وبأن قوات موسكو بدأت بالتراجع إلى خط الدفاع الثاني الأقل تحسينا في المنطقة في المقابل نفل متحدث باسم الجيش الروسي اختراق خط دفاعه الأول في زاباروجيا مؤكدا أن قواته تمكنت من صد أربع هجمات أوكرانية بمناطق سكانية في المقاطعة وفي تطورات ميدانية أخرى شنت القوات الروسية هجوما بخمس وعشرين طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد على البنية التحتية للموانئ في أوديسا جنوبي أوكرانيا حيث أعلنت القوات الأوكرانية عن تدمير اثنين وعشرين منها لكنها لم تنفي وقوع ضرار في البنية التحتية للميناء الذي يستخدم في تصدير الحبو وفي السياق نفسه قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن سفينتين أخرين مرتا عبر ممر شحن مؤقت في البحر الأسود تم إنشاؤه منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبو الذي تدعمه الأمم المتحدة وأكد زيلنسكي أن أوكرانيا تستاهد حرية الملاحة الحقيقية في البحر الأسود وحث من سماهم الحلفاء على دعم بلاده بتوفير مزيد من أنظمة الدفاع الجوي هذا وحذرت وزارة الدفاع البريطانية اليوم من انتلاق روسيا في حملة تجنيد مواطنين من بلدان مجاور للقتال في أوكرانيا في الوقت الذي أكد فيه ديمتري مدفديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بأن نحو 280 ألفا وقعوا عقودا منذ بداية العام لتقديم خدمات احترافية للجيش الروسي قربة أربعة آلاف شخص أجلتهم السلطات في تايوان لتلغي الرحلة الجوية الداخلية مع اشطيح الأعصار هاي كوي جنوب شرق الجزيرة اليوم ترافقه أمطار غزيرة ورياح عاتية بعد أن وصل اليابسة في المنطقة الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة أقصى جنوب شرق تايوان وهو أول إعصار يضرب تايوان مباشرة منذ أربع سنوات الأقاليم والمدن في المنطقة ألغت اليوم الدراسة وأعلنت عطلة عن العمل لينقل بيان صادر عن مكتب رئيسة تايوان ساي إنكوين قولها في اجتماع مع مسؤولي مواجهة الكوارث إنه يتعين على السكان تجنب الخروج وعدم تسلق الجبال أو التوشه إلى الساحل أو صيد الأسماك أو ممارسة الرياضات المائية كما ألغيت خدمات النقل بالعبارات إلى الجزر المحيطة ونشر الجيش الجنود والمعدات للمساعدة في جهود الإغاثة من الفيضانات والإخلاء وبعد المرور عبر جنوب تايوان يتوقع أن يشتاز هاي كوي مضيقها نحو الصين الأبناء يحيون أمجاد الأباء شعار الدورة الثانية من مهرجان مقاومية الاستعمار الفرنسية تحتضنها قرية النصر بالمكناسي من ولاية سيديبوزيد ببادرة من جمعية الأنشطة الثقافية وإحياء التراث بلجحة مهرجان في دورته الثانية تضمن عروضا متنوعة منها عرض مسرحية الملطم وعروض الفروسية وعرص تقليدي بلجحة تخلاتها جميعا قراءات شعرية افتتحت يوم الثاني من سبتمبر الجاري فعالية مهرجان مقاومية الاستعمار الفرنسي بقرية النصر بمعتمدية المكناسي من ولاية سيديبوزيد في دورته الثانية مهرجان مقاومية الاستعمار الفرنسي بقرية النصر هو مناسبة لاسترجاع تاريخ المقاومة التونسية واستحذار احسيس النصر والقوة كذلك هو فرصة للتذكير باسماء خالدة لمقاومين الضحو في سبيل الوطن واحتفاء بمقاومية الاستعمار الفرنسي بقرية النصر تم عرض تشكيلة عسكرية الى جانب استعراض جملة من اللافتات تحمل صور المقاومين مع مراوحات شعرية مهرجان هذا يعني يشرفنا وان شاء الله يكونوا اولادنا في المستواء اللي يكونوا حيو الذكر امتاع بباتهم اللي ضاعوا بالكردوش بالدم واولادنا اللي خرجوا معناها بباتهم اللي خرجوا فرنس وللتذكير بدور المقاومين المسلحين في تونس ما يعرف بالفلاقة ودورهم في محاولة دحر المستعمر من البلاد تم عرض مسرحية بعنوان الملطم من تقديم جمعية المعاد للمسرح بسند هو عرض مسرحي الهدف منه انه نعرفه رهي تونس مازالت باقية واللي عملوه فلاقتنا قبل والحاجات اللي نازلوا بها واللي يحاولوا انهم يدافعوا على بلادهم وانهم يكونوا سند لبلادهم ودفعوا برواحهم وكل شيء بما عندهم بشيء انهم يخرجوا بلادهم ربناه لمسة وفاء لمن قاوم المستعمر الفرنسي لمن اخرج فرنسا شفنا انه اباءنا الظلم لذلك ارتأينا انه نعمل مثل هذا المهرجان مهرجان عنده معناها هدف انه نحيو تاريخ بياتنا في نفس الوقت نعمل انشطة ثقافية لولداتنا لانه نحن نعيش في بلاسة يعني تنعدم فيها كل معاني الحياة وبعد مرور عقود من الزمن على استقلال تونس وتردي المستعمر من اراضيها بقي تونسيون الى اليوم يتنقلون قصص وبطولات المقاومين الى فضاء حش خريف التراثي الاصيل بقابس نتحول مشاهدين نتابع مجريات حفل احتفاء بالشعر والمسرح وغيرهما من الفنون تتبع اثر الفراشة واثار مبدع الجهة في ختام الموسم الثقافي الصيفي اثر الفراشة تظاهرة جمعت اجيال عديدة وحدها حب الفنون واحتفى بهم وبها اهل الفن بالجهة ومن مناطق تونس المختلفة في اليوم الافتتاحي لتظاهرة اثر الفراشة المنتظمة في اختتام الانشطة الثقافية الصيفية التي عاشت على وقها جهة قابس احتفاء بالكلمة والشعر والموسيقى المختلفة والمشهد المسرحي الهدف في فضاء حوش خريف العابق بتاريخ الجهة والمجسد لثارة ايقابس المعماري والمعرفية ظهرت طبعة ثقافي بحث في عديد الفعاليات عند امسيات شعرية موسيقى نذوات فكرية ورشاد فنية بحث ثقافي بالبحث بالاساس اشتغلنا على عمودها الفقري والشعر من مختلف الاجيال والاهتمامات المعرفية والفكرية فنانون وشعراء وكتاب يتقفون اثر الفرشة على مدى اربعة ايام في فضاءات متعددة تحملهم ايضا الى واحات قابس وجمالها الصبغة خاصة على امتداد خمسة دورات يعني تعنى بالجانب الادبي الجانب الشعري الجانب الموسيقي الجانب الفني المسرح هي سينمائي جامع لجميع اصناف الفنون وهي ايضا احياء وذكرة لاشخاص كانوا بيننا ذات يوم في المشهد الثقافي اثر الفراشة عندها طبع ثقافي خاص هي تخاطب النخبة المثقفة في البلاد تخاطب الجماهير التي لها حس فني خاص حس فني وجمالي معين مخصوص بها تحمل الشعر الموسيقى المسرح هذه اصل فرحانين بها وخطر الادماج متاع الفئة متاعنا في الادماج الفقافي والادماج الاجتماعي وهي مساهمتهم في استقبال الضيوف ومعنى حاجة جديدة بشي يشوفوا ويندبجوا من ريم البنة في دورة التأسيس الى ريم الحمروني في النسخة الخامسة تعددت الاسماء المحتفى بها وفي كل دورة تجديد وابتكار في الافكار والمعارف تقام اليوم مبارية الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ضمن بطولة الرابط المحترف الأولى لكرة القدم اذ ينزل النجم الرياضي السحل ضيفا على قوافل قفصة ويلقي اتحاد بن جردان الملعب التونسي في حين يباري الأولمبي الباجي مستقبل سليمان وتنطلق المقابلة كافة على الساعة الرابعة بعد السوال نهاية المعهد الاخباري مشاهدين فيما يريد تذكير بالعنوين توفر 97% من عنوين الكتب المدرسية لمختلف المراحل التعليمية في انتظار تزويد المكتبات ببقية العنوين في غضون الاسبوع القادم الحكومة العراقية اليوم انعقاد اجتماعات لجنة المتابعة وتشاور السياسية تونسية السعودية وسبل مزيد تعزيز علاقات الأخوة والتعاون وتدارس مستجدات المنطقة أهم ملفاتها الحكومة العراقية تعلن رفع حظر التجول وعودة الهدوء إلى مدينة كاركوك بعد سقوط عدد من القتلى والجرح في مواجهات عرقية دامية جديد الأخبار وصديقها ومفيدها على ذمتكم مشاهدين تتابعونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنسخ الرمز الموجود على شاشة التلفزة التونسية بيت التونسيين إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر